سكنت قبيلتي جديس وطصم في منطقة جو اليمامة وهي التي تسمى حاليا الخضرمة وحكمها عمليق وهو ملك من طصم كان عمليق ظالما متسلطا في حكمه لا يجد من يردعه لان قبيلته اقوى من جديس ومن القصص التي تبين ظلمه ان امرأة طلقها زوجها واختلف في من يدفل ابنهما الوحيد فحكم عمليق بان يكون الولد من غلمانه وتباع المرأة في سوق العبيد فيعطى زوجها السابق خمس ثمنها وهو يباع فتعطى عشر ثمنه قالت المرأة قصيدة هجاب وصفت فيها ظلم عمليق وندامتها وزوجها على الاحتكاملة فعندما سمع عمليق الابيات غضب غضبا شديدا وامر بان لا تزوج فتاة من جديس الا ويدخل بها قبل زوجها سر هذا القانون الظالم على كل نساء القبيلة حتى اغتصب الشموس وهي عفيرة بنت عباد في يوم عرسها فخرجت من عنده تبكي وقد مزقت ثيابها وكشفت عورتها وهجت قومها بابيات تصفهم بانهم عدين الرجولة والشرف والغيرة لانهم قبلوا هذا الذل والهوان والعار لنسائهم عندما علم اخوها الاسود بذلك ثارت حميته وقد كان من قادة جديس فاجتمع بقومه وقرروا القضاء على عمليقا وقبيلته بخطة ماكرة عد الاسود وليمة كبيرة دعا اليها عمليق وكل قبيلة تصم فلبوا الدعوة وعندما باشروا بتناول الطعام اخرج مقاتل جديس اسلحتهم التي دفنوها في الرمال وقتلوا عمليقا والتصميين مع عبيدهم ابدوهم جميعا ولم يبقى منهم الا قليل هربوا لاجئين الى مملكة حسان ابن تبع في اليمن ترجمة نانسي قنقر